السلام عليكم ورحمة الله وبركاته ومعاكم محمد تحسين من قناة سترشاجي ازايكم معنين يا دمان اكونوا بخير وصحة وعافية ان شاء الله. اه هخش لك بقى داخل ايه? لو انت عندك مشكلة في الالتهاب المفاصل جرب الكلوكوزامين. لو انت عندك مشكلة والمفاصل عندك والركب بتوجعك وعندك الام في الضهر جرب الكلوكوزامين. بص اولا اه الكلوكوزامين انا اه برضو لما دورت عنيته كده اكتشفت ان الجوكوزامين ده حاجة مخترمة جدا وحاجة كوية جدا في علاج الالتهاب المفاصل. بص المفاصل بتبقى عبارة عن يعني اماكن كده مسكين في بعض. اللي حواليها دي بتبقى الغضريف وسائل بيبقى سميك. فمع تقدم الامر السواء اللي هو الغضريف دي والحاجات دي بتبتدي تدرب في بعض كده او تبتدي تحتك في بعض فيبتدي العضم نفسه يتأكل والمفاصل نفسها يتأكل. طب ايه اللي ممكن يعمله عشان يقلل الموضوع ده. اه الجلوكوزامين وايه كمان فيه الكولاجين وفيه كزا حاجة تاني. بس انا جاي اتكلم دولاتي على الجلوكوزامين. الجلوكوزامين اه مادة ده حمد اميني عادي جدا يعني مكمل اميني الجسم بيانتجه بس مع تقدم العمر الجسم بيبتدي يعني انتجه في في الجلوكوزامين ده يقل. فبتبتدي تبدو عن هيئة مكمل. فالمكمل ده بيبقى عبارة عن ايه? المكمل اسمه اه جلوكوزامين ده بيبقى مكمل بيساعد ان ان هو بيكمل الغضاريف ببعض او بيقوّل غضاريف وبينتج غضاريف. ويمنع الاحتكاكات بتاعة المفاصل. وكمان يعني انا رفت له كزا حاجة ثانية. مثلا بيقل الام العضلات بيساعد على اه تقليل الاحتكاكات ما بين اه الركب والفاخد والمفاصل بتاعة الايد. اه اه الام الظاهر. كزا حاجة تاني. حتى كمان انا اه كان عندي موف ري. اه موف حتى مكتوب موف ري وز اه جلوكوزامين ان كوندريتيون. اه برضو دي مادة برضو ام مش عارف ان طرقها اه برضو مادة برضو بتشتغل مع الجلوكوزامين اللي هي بتساعد على الجسم يمنع الاتهابات المفاصل ان هي المفاصل تتأكل مع بعض. وكمان بيأول عطمه الظاهر بيبقى قوي اللي هي الام الظاهر لو مسلا عنده الواحد اللي بيقوم بيبقى ضهره بيوقعه والركب وهكذا. اه نتائجه كمان بتبقى فعالة شوية اه اللي هي بتيجي النتائجه بعد من شهر حوالي شهري. غير مسلا فيه مكملات تانية بتاخد تلات واربع شهور. اه البجلوكوزامين النصيحة او بحاول ان انا اقوي العظم عندي. حتى لو انا لسه شاب مثلا. فانا عايز تبقى الحاجة عندي محتفظة بالراونك بتاعها. اه انا عارف ان انا لسه شاب فلسه الدنيا ما لسه المفاصل ما احتكدش مواسطهاش قوي. وكمان الواحد بيحاول ان هو يحافظ على جسمه شوية. فانا بحاول برضو ان انا اخد الحاجات المفيدة. الجلوكوزامين ده انا باخده مرة في اليوم. وده الحمد لله الحمد لله المفاصل كويسة. مفيش احتجاجات. مفيش الوجع بتاع الظاهر. مفيش الركب عندي ما بقى مش قادر ادوس عليها. لأ الحمد لله الدنيا كويسة. وكمان هو بيساعد في حاجات تانية. ان هو مسلا الام العضلات. لو بيقلل من الام العضلات. اه بس كده. فاتمنى ان حضرتك لو انت عندك الام في المفاصل. عندك مسلا مشاكل في الظاهر. اه كزا حاجة تانية. دور على النت قبل ما تكلم. قبل ما تشوف الفيديو ده. شوف الفيديو ده كمان. ويعني حاول تاخد القرار. الجلوكوزامين علاج مش مسكن. اه في انت لو انت تعبان فممكن تاخد مسكن وانت خلاص اتقوم تزيل فل بس هرجع لك تاني. لكن الجلوكوزامين ده علاج اللي انت تعدو لمدة حوالي من شهر لتلات شهور وان شاء الله يجيب معك نتيجة. انا معي جلوكوزامين معين ده جلوكوزامين صالفيد ده ده اعلى حاجة على فكرة. فيه كزا الجلوكوزامين صالفيد ده اعلى واحد فيهم. على فيه فيه كزا وحاجات زي كده. بس جلوكوزامين صالفيد ده اعلى واحد. حتى كمان كمان كنت جايب موف ري اه فيه كمان يعني ده برضو من ضمن الحاجات اللي بتقلل من اختار اللي هو احتكاجات المباصل وكده. والموف ري كمان بتبقى الجرعة بتاعته بتبقى تلات حبيات في اليوم. بس كده شكرا جدا لكم. وكان معكم محمد تحسين. ولو حضركوا عايزين تسألوا عن اي مكمل. ان شاء الله ان شاء الله انا بيت اشتري مكملات. انا ده كولاجين برضو. ده كولاجين كويس او برضو للمحفاصل والعظم وكل حاجة. وكمان اللي هو للشعر وللجلد وللضغافر وكل حاجة. فان شاء الله عالا اعمل عنه حلقة كمان. فاتنساش تعمل لايك وتشترك معاه في القناة. انا اسم محمد تحسين. ولو عايز تسألني على اي مكمل. ان شاء الله ان شاء الله اجاوبك عليه. وان شاء الله ان شاء الله اعمل فيديو عام. شكرا جدا لكم. وكان معكم محمد تحسين. والسلام اشتركوا في القناة.